هتبدأ منصة ووتشت عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا للنجمة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد والبداية هتكون يوم الخميس الجاي 6 يونيو أم الدنيا في الموسم الأول تناول عرض تشويقي وإنساني بسيط ملم بتاريخ مصر الطويل من بدايته وحتى العصر الحديث في الجزء التاني إن شاء الله هنشوف بداية دخول الرومان مصر وحتى عصر الدولة الفاطمية ودخول العرب والجيش الإسلام كمان حابين ننقل لحضراتكم تصريحات مخرج العمل محمود رشاد اللي قال إن الموسم التاني من سلسلة أم الدنيا كان تحدي كبير صورنا في أماكن كتير جدا أديرة وكنائس في كل حتة خصوصا كنائس الصعيد والأديرة في أليوب والدلتة وصورنا كمان في إسكندرية كتير أكتر من السنة اللي فاتت وصورنا في الأقصر وفي القاهرة الحقيقة البرومو التشويقي لأم الدنيا من أول نزوله على منصة ووتشت وإحنا قدام كده لوحة فنية بديعة واستثنائية بترسم تاريخ مصر مصر فيه مختلف الأماكن الأثرية والدينية مصر أم الدنيا تعالوا نتابع مع بعض أهلا بيكم في الجزء الثاني من أم الدنيا الرمان قادمين ومعاهم ظلم وقهر الشعب المصري هيكتشف أن اليهود حيرقعوا لأي حد السلطة في الدنيا وبيصبح أملهم في نبوءة بتقول إن ربنا حيبعدك اليهود ملك جديد بشارة المسيح قد تحققت هالولويا هالولويا أهلا بيكم في سنة واحد ميلاديا رحلة استغرق تلتمائة سنة من القصوى والآلام والدنيا والأول مرة في تاريخ مصر حتسمع هتفات الجيش الإسلامي ثقافة جديدة دين جديد شعب جديد بعد الدخول العرب بيكون مرة علينا ثلاث خلافات مختلفة بالمصر الأديمة ومصر الحديثة نحن بقي نمي نحن نشكر كل القائمين على هذا العمل وهذه السلسلة السلسلة الوثائقية الدراما الوثائقية مصر أم الدنيا مهمة قوي إنه إحنا نحكي قصتنا السردية نفسها طريقة سرد الحكاية والقصة هي كل القصة فكرة إن شخص يحكي تفاصيل تاريخك دي مشكلة كبيرة جدا ده الوقت اللي خلاص لازم إحنا في نحكي تاريخنا بنفسنا نحكي التاريخ الحقيقي للبلد دي ترجمة نانسي قنقر